شهدت مدينة أربيل في إقليم كردستان أكبر حملة دعائية مؤيدة للاستقلال والتصويت بنعم في الاستفتاء المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول سبتمبر الجاري حيث شارك آلاف المواطنين من كافة الشرائح والفئات العمرية في الحملة الدعائية للاستفتاء في مهرجان أقيم وسط المدينة وتضمن المهرجان إلقاء كلمات وشعارات مؤيدة للاستفتاء وحق تقرير المصير وقد رفع المشاركون أعلام إقليم كردستان أكراد يريد دولة كل عالم أكو دولة ليش أكراد ما يريد دولة يعني كل عالم يريد دولة أنا أريد دولة دولة كردية أكو أمان أكو أسائج أكو قرار كل شيء أكو يعني ليش أريد دولة؟ أنا أريد دولة دولة السربخوي يعني استقرار أمان كل أكو عالم كل دولة عرب أكو دولة أكو دولة أكراد أربعين مليون نفر ليش أريد دولة؟ وعبر مواطنون أكراد عن سعادتهم لهذا الاستفتاء الذي سيجري التصويت عليه يوم الخامس والعشرين من سبتمبر من الشهر الجاري مؤكدين بأن لهم الحق بالاستقلال وإقامة دولة كردستان كونهم يملكون أرض ولغة خاصة بهم مشيرين إلى أن جميع القوميات والأديان الموجودة بإقليم كردستان موافقة على إجراء الاستفتاء